رشيد أحد المواطنين الذي تمكن مرض الكوليرا من التغلغل في شسده وعجبره على المكوث في المحجر الصحي لمستشفى ابن خلدون على أمل أن يجد الرعاية والاهتمام ويخرج منها سليما لكن ذلك لم يتحقق بعد إن اصطدم بواقع زاد من حالته النفسية جراء ترد الخدمات فيها تلقينا الاستقبال من هنا من قبل الحوارث بمعاملة زفته وعدم وجود الدكاترة ثم نتغلنا إلى غصوم المحجر لحصر المرض على أساس أننا نتلقى العلاق مجانا فاستضمنا بوجود أن العلاق غير متوفر واضطرنا أن نشتر العلاقات ودب الفلوس وماشيو الغرب صغالي له كذا والدكاتر المتأخرين دائما أن يدخل الدور لساعة لما يجيك أولاهم مأساوية يعيشها المرضى المتوجودون في المحجر الصحي لمرضى الكوليرا في مستشفى ابن خلدون بمحافظة الحج تعاني الكثير من المشاكل كان عدم الأدوية والكادر الطبي والمعدات الطبية اللازمة بالإضافة إلى التالوث البيئي الذي ضرب بعض مناطق المحافظة قد يدعون المستشفى أنه أهمال أكبر أهمال مو عاد باقي حتى أنه مش دار أنه أهمال داخل المستشفى دور الجهة الرسمية كان واضحا من خلال زيارة وزارة الصحة للمحجر الطبية للإطلاع ومعرفة الواقع الذي يعيشه مرضى الكوليرا في ظل تلدي مستوى الخدمات الطبية لاحظنا أنه يجب الاهتمام الفوري ودعم هذه المحافظة لا سمح الله لو انتشرت هذه الجائحة يعني ما بنقدش نلحق على المرضى لنتيجة الوضع الموجود حرارة الجو الكهرباء المياه إضافة إلى الأمكانات التي غير متاحة حاليا لهذا المركز اتشار المرض في المحافظة تسبب بوفاة ثمان حالات فيما تبقى نحو 217 حالة في عداد المشتبه بإصابتها بالوباء في لحظة تتحدث بعض المصادر الطبية في المحافظة أدى مكتب الصحة العامة والسكان يتحفظ عن ذكر الأرقام بالنسبة لعدد الوافيات والحالة المصابة بالوباء مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحق